صباح الخير عبدالله وأيضا صباح الخير لمشاهدين الإخبارية الكرام بالتأكيد نتحدث حول منطقة عسير زدياد كبير جدا في دائرة المماشي والمنتزهات والحدائق والتي بالتأكيد يعتبر قالب مميز وإضافة لجانب جودة الحياة وأيضا مواجهة التشوى البصري في المنطقة اليوم نتحدث عن منطقة عسير وكما تحدثنا أيضا في الأسابيع الماضية الكثير من المنتزهات المختلفة الكثير أيضا من المماشي التي تتواجد في أحيان منطقة عسير والتي من خلالها تضيف روتين مميز لها لمنطقة عسير وتثبت بالتأكيد أهمية الكبيرة اليوم نتحدث ونحن في أحدى أو أحدى المماشي والمنتزهات في منطقة عسير وأيضا زميل غازي يرصد لكم هذه الزوايا في هذا الممشى نتحدث عن ممشى وحدائق لعصان والتي تعتبر أمام أحدى أحيان منطقة عسير المميزة بالتأكيد اليوم نتحدث عن معظم من المنازل أمام هذا الممشى هم يستمتعون بأجواء هذا الممشى على مستوى الروتين الصباحي أيضا عن مستوى ممارسة الرياضة وغيرها من الجوانب المختلفة نتحدث عن ملاعب كبيرة جدا في هذه المنطقة أيضا نتحدث عن المسطحات الخضراء الواسعة في هذه المنطقة بالإضافة أيضا إلى أنواع أخرى من الملاعب التي تضيف قالب مميز لهذا الممشى نتحدث أيضا عن المساحات المخصصة للجري والتي بالتأكيد هي جزء مهم بالتأكيد في مثل هذه المناطق استراتيجية تطوير منطقة عسير عبدالله وأيضا مشاهدي الإخبارية هي تضمنت مثل هذه الجوانب إنشاء مثل هذه المماشي تحسين جودة الحياة بالتأكيد لكافة من يتواجد في منطقة عسير اليوم نستطيع أن نتحدث بأنه معظم أحياء منطقة عسير أصبح يتواجد أمامها مثل هذه المنتزهات والحدائق والمماشي والتي تسهل الكثير لأهالي هذه الأحياء وأيضا أهالي مدينة أبهى ومنطقة عسير كافة اليوم أيضا نتحدث عن مساء الأمس عبدالله أنا كنت في تواصل أيضا مع بعض أهالي منطقة عسير أيضا بعض أهالي هذا الحي تحديدا لأتساءل معهم عن أهمية مثل هذه الجوانب وأيضا ما أضاف لهم مثل هذا المنتزه وهذا الممشى بالتأكيد كانت ردود فعل كبيرة جدا رسالة بالتأكيد لكافة المسؤولين تجاه هذا الجانب بالشكر الكبير تجاه مثل هذه الجهود التي تقدم بقيادة أمير منطقة عسير الشاب بالطموح بالتأكيد وأيضا أمين منطقة عسير الذي يقدم الكثير من الأعمال المميزة التكامل للجهات المعنية في مثل هذا الجانب هو ما أنشى مثل هذه الأعمال المميزة بالتأكيد والتي أضافت قالب مميز لمنطقة عسير ردود فعل كبيرة جدا تفاعل كبير وأيضا أهمية كبيرة وأيضا طموح أو طموح أكبر بالتأكيد تجاه الأيام المستقبلية في تواجد مثل هذه المماشي المميزة في منطقة عسير والتي أضافت قالب مميز ومختلف للمنطقة بالتأكيد عبدالله شكرا جزيلا لك عبدالرحمن السمير يعطيك ألف عافية